التواصل يستمر والأشواط تتوالى بالانطلاق في صباحي هذا اليوم شوط ينتهي وشوط يبدأ بأثار وتنافس وتحديات الشوط الثاني والعشرون ينطلق حاملا في طياته كذلك البكار اللقاية المحليات الأصائل في الانتاج والمنتجين في الخمس كيلو مترات تتنافس على شرف الناموس والفوز نسير مع المراكز الأولى نتقدم مع المركز الأول في هذا المسار هذه اللي تقدمت مشاهدين العزاء على المركز الأول أفراح أفراح اسهيل بن سعيد بن حمرور العامري على المركز الأول في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع الجميل المركز الثاني حلوة سعيد بن علي بن شفيان العامري يتقدم مع حلوة على المركز الثاني المركز الثالث ثالث المراكز في هذا الانطلاق وصلت الشاهينية أغدير بن سعيد بن أغدير من ياسف المركز الخامس وحمد بن حميد بن سالم الدرعي على خامس المراكز المركز السادس الضبي سليم بن حمد بن سالم الدرعي على المركز السادس المركز السابع من الجانب الآخر تتدخل شقرا شقرا أحسين بن علي بن مهدي القرشي يقدمها في هذه الانطلاقات بينما وصلت غزوة غزوة عبدالله بن سعيد بن حب العامري على المركز السابع المركز الثامن هذه من تقدمت مشاهدين العزاء ووصلت اليازي اليازي سعيد بن محمد بن حب العامري المركز التاسع أشوف هنا تواجدت تكليف سعيد بن مايد بن سالم الاكتبي والمركز العاشر 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 منصورة منصورة عبدالله بن راشد بن معدن الاكتبي هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى في هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاق في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الجميل على أرضية هذا الميدان أول ندان للعشر اكمال العشر المراكز نعود مرة ثانية نتابع المراكز الزلولة ننطلق مع الشاعر مع غدير بن سعيد بن غدير الاكتبي اللي يقدم كلمه جميل سويا في منافسات الأصائل أو هناك في الساحة الشعرية بيابياته في هذا الانطلاق والاندفاع تسيطر على مقدمة الشوط وتندفع بالمركز الأول تأتي بهذا الاندفاع والانطلاق الشاهينية اغدير بن سعيد بن اغدير الاكتبي على مقدمة هذا الشوط بالحب على المركز الثاني بالحب غزوة هذه غزوة غزوة على المركز الثاني عبدالله بن سعيد بالحب العامري تاتي ثانيا القرشيات على المركز الثالث مع شقرة حسين بن علي القرشي على المركز الثالث في هذه اللحظات والمركز الرابع بالحب كذلك اليازي اليازي احمد هناك الدخول في هذه اللحظات هذه اليازي اليازي سعيد بن محمد بالحب العامري نعم هي اللي تنطلق على المركز الرابع المركز الخامس اشوف الانطلاق من الخامسة مياسة مياسة حمد بن حميد بن سالم الدرعي يتقدم في هذه اللحظة وتتنى تكليف سعيد بن مائد بن سالم الاكتبي وهناك ايضا تتواجد مياسة مطر بن حامد بن حميد الدرعي يتقدم وهذه المركز الثامن ثامن المراكز تواجدت فيه وتقدمت الهبيب احمد بن عبدالله بالطير العامري والمركز التاسع هذه تواجدت في هذه اللحظات لأحمد بن عمهي بن حميد المنصوري والمركز العاشر مياسة محمد بن صغيرون الدرعي خلاص يا العشر خلاص بنعود مع المراكز الأول مع الانطلاق الأول بنسير مع هذه الانطلاقات والتحديات الكيلو الأخير لوحة الكيلو الأخير والشاعر اغدير بن سعيد اغدير بن سعيد مع الشاهينية على المقدمة وبالحب مع المركز الثاني ويقدم غزوة غزوة والشاهينية غزوة والشاهينية الشاهينية على المركز الأول اغدير بن سعيد الاكتبي يتقدم على مقدمة الشوط غزوة عبدالله بن سعيد بالحب العامري على المركز الثاني المركز الثالث مياس مطر بن حامد بن حميد الدرعي يأتي في هذا الانطلاق يأتي في هذا الاندفاع وهناك هذه قناطة تأتي بهذا الانطلاق وأيضا يأتي أحمد بن عمهي بن حميد المنصوري والقرشي كذلك ولكن خلاص فاروح مع أغدير بن سعيد بن أغدير فانطلق مع الشاعر مع اللي يقدم كل هذه الانطلاقات وهذه الشاهينية أغدير بن سعيد بن أغدير وهالي نزوة في هذا الانطلاق في هذا الاندفاع يحملون السلام من المرموم من المرموم إلى نزوة إلى نزوة مع الشاعر أغدير بن سعيد بن أغدير لكتبي تهانينة والناموس على هذا الفوز يا ابو حمد في هذه الانطلاقة وهذا الاندفاع الجميل يستاهل الفوز والناموس لدى الجميل غزوة عبدالله بن سعيد بالحب أتت في المركز الثاني المركز الثالث نشوف ونتابع المركز الثالث لحمد بن حميد بن سالم الدرعي والمركز الرابع وصلت فيه أحمد بن عمهي المنصوري والمركز الخامس هذه الحسين بن علي القرشي هكذا بنعود للتوقيت التوقيت الزمني سبع دقائق تسع وعشرين ثانية ثمانية زامنة الثانية تهانينة لغدير بن سعيد بن غدير اللي اكتبي والمركز الثاني مشاهدين العزة ومتابعين الكرام بنشوف التوقيت الزمني على شاشة تلفزيون سبع دقائق خمسة ثلاثين جزائر من الثانية تهانينة لعبدالله بن سعيد بالحب العامري المركز الثالث بنشوف توقيتها على الشاشة سبع دقائق بالتأكيد سبع دقائق واربعين خمسة جزاء من الثانية تهانينة والناموس لحمد بن حميد بن سالم الدرعي تهانينة للجميع تهانينة للجميع